موسيقى على بعد نحو 100 كم من العاصمة المصرية القاهرة تفتحت أعين نساء قرية شكشوك بمحافظة الفيوم منذ نعومة أظافرهن على اشتغال أمهاتهن بتغشير الجنبري للمطاعم نظير مبلغ زهيد من المال يعوضه الاستفادة من القشور كأعلاف للدواج ولكن مؤخرا تبنت مبادرة شبابية مشروعا لمساعدتهن على استخدام القشور في إنتاج التوابل